يعد ماء الورد من أفضل المنتجات التي تحتوي على كمية عالية من الفيتامينات وتحديداً فيتامين سي كذلك يستخدم في علاج عدد من الأمراض الخاصة بالحلق والبرد ويمكن أن يوصف لعلاج الجهاز الهضمي وللحد من الإسهال أما فيما يتعلق بالصحة الجنسية فيساعد على تنشيط القلب وله أثر ممتاز في تحسين الدورة الدموية ليس هذا فحسب ولكنه أيضاً يستخدم كمضاد للبكتيريا والالتهابات لديه العديد من الفوائد أيضاً المختلفة مثل علاج الحبوب والتهابات البشرة يساعد في إزالة أثارها عن طريق رشه على الوجه أو على الجسم بأكمله يقوم بهذه الطريقة بعلاج الإكزيمة والعديد من الأمراض الجلدية أيضاً يعتبر من الأشياء المغدية فليست الرائحة أو النكهة فقط هي الأمور المهمة ولكنه يحتوي كما ذكرنا على فيتامين سي لذلك حين يضاف إلى الحليب أو أي مشروبات طبيعية فهو يزيد من القيمة الغذائية لها عند المضمضة به يقوم بعلاج اللثة ويحسن رائحة الفام أيضاً يقوم بتهدئة ألام اللثة ويعالج المشكلات التي يعاني منها الفام يعتبر منظف للبشرة رقم واحد أيضاً يساعد البشرة ويعطيها نظارة كبيرة جداً ويحميها من ظهور التجائيد مستقبلاً وأيضاً يساعد على إخفاء علامات الإرهاق والجهد من بشرتك يخلصك من البقع وأثار الحبوب ويمكن استخدامه بعد الحلاقة فبدلاً من أن تشتري مصح درغالي الثمن يمكن أن تستبدله فقط بماء الورد الذي سيعطيك نفس النتيجة وأفضل أيضاً لأنه يرتب الجلد ويعطيه رائحة جيدة ومرونة تصعب معها أن يصاب الجلد بأي جروح وأيضاً رش ماء الورد على اللحية أو على الشعر فهو يقوم بترطيبهم وأيضاً تقوية اللحية وتقوية الشعر وأيضاً شعر الضقن وكانت هذه هي أهم فوائد ماء الورد للرجال التي لا يعلمها الكثير إذن إلى اللقاء مع فيديو جديد بإذن الله